اشتركوا في القناة ومع هذا نجحت أنجيلا ماركيل على الرغم من كونها بروتستنتية ومطلقة ومتزوجة للمرة الثانية في ترأسه في عام 2000 في عام 2005 تم انتخابها مستشارة لألمانيا بأغلبية صغيرة فكان عليها تقاسم الحكم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لكن إعادة انتخابها في عام 2009 كانت أكثر بساطة ففازت بالأغلبية الصاحقة انتقلت بذكاء سياسي فائق نحو الوسط وبهذا جعلت العديد من الناخبين يشعرون بالاستقرار والأمن ولم يكن هذا التغيير مفاجئا بل تدريجي بالنسبة 68% من الأراء الإيجابية تحتل أنجيلا مخكال المرتبة الأولى في تصنيف الشخصيات السياسية الألمانية فقد نجحت في إغراء طبقة أوسع من ناخبها لا سيما بفضل إدارتها للأزمة الاقتصادية في أوروبا دفاعها شارس عن سياسة التقشف يؤيده الألمان كثيرا على الرغم من مواجهتها للانتقادات في الخارج وكذلك مشروعها الكبير الاتحاد المالي الأوروبي الذي ينص على المزيد من العمل الأوروبي ولكن أيضا على الانضباط الميزاني للجميع اكتسبت الشعبية لأنها تغتل الألمان الانطباع بأنها تدافع بقوة ونجاح عن المصالح الألمانية على المستوى الدولي المرأة التي طالما كان نمط لباسها المتألف من بدلة والسروال والتي كرستها ست مرات مجلة فوربس أقوى مرأة في العالم معروفة ببساطة ذوقها الأوبرا والمشو المسافات طويلة مع ثوجها من أنشطتها المفضلة حتى وقد تم التقاط صور لها مؤخرا وهي تدفع ثمن مشترياتها كراث ونبيض أبيض في السوبر ماركت لكن هذا لا يعني أن أن أونجلا ميركيل تكره أن يسلط ضوء عليها ميركيل تحب اهتمام وسائل الإعلام بها بعد قضاء سبع سنوات في المستشارية استطعت أن تكون مركز الاهتمام دون منافسة لعل البابا هو منافسها الوحيد الإعلامي لهذا السبب مكانتها هي الأفضل ولذلك لغربة في كونها تطمح في ولاية ثالثة بعد استبعادها جميع بارونة الحزب المسيحي الديمغراطي بنجاح لم يعود يبدو لأونجلا ميركيل اليوم أي منافس خصمها وزير المالية السابق بيرشتين بروك الذي سيدر الشاح للانتخابات التشريعية في عام 2013 لصالح الحزب الديمغراطي الاجتماعي في ألمانيا ولكنها تتصدر استطلاعات الرأي لا شيء إذن سيمنع من كان هلموت كولي لقبها بالفتاة في بداية مشوارها من الحكم أربع سنوات أخرى فتكون بذلك واحدة من القادة الأوروبيين القلائل الذين نجوا من عواقب الأزمة الاقتصادية